السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحو اقتصاد خالب من الكربون لازم نحن نتحرك بسرعة لان ازمة المناخ هي ازمة الكوب كله يعيشها دلوقتي محتاجين نحن نتجه لاتتصاد خالب من الكربون في اسرع وقت ممكن الكلام ده للاشخاص ليوليك وللحكومات وللمصانع محتاجين نحن نستثمر في الطاقة المتجددة اللي هي الامبعاثات الكربونية بتاعتها بصفر زي الطاقة الشمسية الطاقة الرياح الطاقة المائية وكل اشكال الطاقات الاخرى اللي هي هبة ربانية يومية محتاجين نحن نبعد عن اللقود الافوري بيش هتقدر التبتال عنه تماما لكن قادر الامكان لان انت ما تقدرش تعتمد على طاقة الرياح في تدوير مصانع ممكن يوم ما يبقاش فيه الرياح فالمصنع يقفل فيه ان انت تستخدم اللقنين وتستخدم طاقة الرياح لو تقدر 100% لو ما تقدرش تبقى بحاجة نسبية الاولى نحن نستخدم الطاقة المتجددة محتاجين نحن نعمل تحسين لكفاءة الطاقة فمثلا في المباني ممكن نحن نشوف اجهزة اكثر كفاءة او ان نحن نعزل المباني فشان نقرر ان نستخدم اجهزة تكييف بشكل قوي محتاجين نحن نبتجل حماية الغابات استعادتها الغابات تتقطع عشان يدير مكانها مباني كثيرة في حرارة تحصل فلازم يبقى فيه أشجار تزرع بشكل أكثر لأن الأشجار تنتص ثاني أكسيد الكربون وتعدينا الاكسوشير نحاول نحن نقلل من النفايات وتقليل انبعاثات غازات المحتاجين نحن كل شخص يبدأ يتجه لأبسط الحلول كما هو يقلل لكاس البلاستريك ويقلل يقلل الكمامة والحرارة التي تحصل مثل محاضرات يمكنك استخدام مقامرة وتصور هذا اسمها بيبرلس لأستخدام الأوراق كل الأشياء البسيطة التي يمكننا استخدامها يمكننا استخدامها تقلل التلوث وتقلل المشاكل التي تحدث في البيئة ترجمة نانسي قنقر